بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا يا سادة أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دايما بتغمرنا وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع كلمه بيحسسنا أن احنا عندنا سند من النور وعندنا ساحة وسعة نستطيع من خلالها نشوف أسرار ونشوف حياة جديدة مليانة بمدد الله سبحانه وتعالى وعشان كده بنظل مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نرتشف من كأس أنواره صلى الله عليه وسلم عشان تستنير بصائرنا وتستنير عقلنا وتتسع حياتنا النهاردة مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث هو ركن من أركان هذا الدين هو حديث سيدنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وفي رواية بيتقدم فيها صوم رمضان على حج البيت وهذه الرواية التي ذكرناها هي الرواية المتفق عليها اللي أخرجها الإمامان البخاري ومسلم الحديث ده بالذات حديث مهم أوي حديث ده وكأنه توأم حديث جبريل اللي هو حديث أم السنة اللي احنا شرحناه قبل كده اللي هو لما جاء جبريل وسأل حضرة النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان لأنه هو في الحديث ده بيتكلم عن الإسلام فبني الإسلام على خمس معناها أن من أتى بهذه الخمس فقد أتم إسلامه زي ما البيت كده بيتم أركانه كذلك الإسلام لو الشخص أتى بالإركان الخمسة دي فقد تم البناء طبعا واضح أن البناء ده بناء معنوي مش بناء حسي بس مش معنى كده أن دين الإسلام بيقتصر على الأمور الخمسة دي بس لا ده يشمل أعمال وشعب كثيرة من الإيمان وإنما اقتصر حضرة النبي على ذكر هذه الخمسة خمسة الأركان دولة وكأنها الخمسة الأصول لأنها بمنزلة الدعاء من البنيان دي الأعمدة فقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله الشهادة هي الإخبار عن علم وأعتقاد فكأنه إيه فأعلم أنه لا إله إلا الله كأن ده تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه لا إله إلا الله وفي الحديث وإقام الصلاة وما قالش أداء الصلاة لأن المقصود مش إن إحنا نفعل بس الصلاة ونؤدي حركتها لكن إحنا لازم نفهم إن الصلاة هنا نقمها فنقيم بيها الحياة قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين يعني إيه؟ يعني الصلاة دي عمود الحياة ولذلك هيأتي في حديث رسول الله عليه وسلم إن الصلاة عمود الدين عمود يعني دوة عمود الخيمة اللي بدونه بيروح وبيفسد دين الناس وعشان كده ده عمود الدين والزكاء دايما قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة في كتابه العزيز فقرنها بالصلاة في 82 موضع وده يدل على إيه؟ على عظم شأن الزكاة ليه طيب أصل الزكاة دي بتطفئ غضب الرب وكمان بتطهر الناس خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكين بها إذن ده كمان لها دور مهم جدا في تسكية الناس وعشان كده القرآن حدد مستحقي الزكاة وكان ده اهتمام بالغ جدا جدا بمسألة الزكاة أما بقى لما نصل بقى إلى مسألة الصوم ومسألة الحج فنشوف كده إيه اللي حاصل؟ إن وجوب الصوم في رمضان ركن من أركان الإسلام والأحاديث التي وردت في فضل صوم رمضان كتيرة زي قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أما الحج بقى فالحج يا سادة الحج هو القصد بس يشوفوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيكلم عن الحج فيقول فمن حج ولم يرفث ولم يفسق عادك يوم ولدته أمه تعالى أقول لكم حاجة عايزين بقى نقرأ حديث الرسول الله عليه وسلم بطريقة تانية حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس أنا في أوقات كتيرة بشوف ناس كتيرة بتطلب حاجة اسمها السلامة النفسية أو السلام النفسي اللي هي الهدوء وراحت البال ففي حاجة مهمة أول لازم نتعلمها إن الحديث وكأنه بيكلمنا إزاي نتحقق من السلامة النفسية آه والله عايزي بقى عندك سلامة نفسية تعالوا نشوف نحققها إزاي بهذا الحديث أول ركن من الأركان الإسلام كانت السلامة جاية من السلام جاوله جاي من الإسلام ورزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ففي سلامة هو فتعالوا نشوف بقى أول ركن وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أول حاجة في السلامة النفسية البصيرة إن يبقى عندك شهادة تشاهد تشاهد إيه؟ تشاهد إن أنت معاك الله سبحانه وتعالى طول الوقت وإن أنت في معية الله وإن أنت في صحبة الله دوما ومين اللي يذكرك بدأ حضرة النبي؟ ليه حضرة النبي يذكرك بدأ إزاي؟ فاكرين لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي سيدنا أوبك لا تحزن إن الله معنا فدايماً كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله يبقى عشان أنا أبقى صاحب بصيرة همشي وراء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عندنا حكتين أشاهد معية الله وكيف سأشاهد معية الله أن أسير خلف رسول الله هي دي شهادة أن لا إله إلا الله إن الواحد يبقى عنده شهادة شهادة يا إيه؟ يبقى عنده بصيرة ويرى مولوها وعلى الدوام يبقى ده أول ركن من أركان من أراد أن يحصل السلام النفسي يبقى أول حاجة أول حاجة نعلمها للناس عشان يبقى عندهم سلام نفسي أول حاجة نعلمهم نعلمهم إن هم يبقوا أهل بصيرة ويرأوا الله في كل شيء طب إذا إذا واحد عجز يعمل إيه؟ يعمل مثل ما يصنع مثل ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يذكر الله سبحانه وتعالى في الصباح والمساء إذا حصلت له نعمة يحمد الله وإذا حصلت له نقمة أو حصله شيء من المعصية يستغفر الله وما يخليش المجلس فاضي من الذكر يذكر الله ذكرا كثيرا هتلاقي كل اللهيب وكل الصراع بينطفق يبقى أول حاجة الشهادة بتوصلنا إلى الشهود فيبقى من أهل بصيرة فلازم يبقى عنده شهود يشهد الله فيكون من أهل البصيرة تاني حالا الصلاة الصلاة صلة بين العبد ورب لازم العبد يتأقن من إنه ممدود لازم العبد يتأقن منه إيه؟ ممدود في مدد من ربنا ربنا مستيبه لوحده يعني مش المسألة أن ربنا معاه بس لا ده ربنا معاه وبيمده يعني بيعطيه العطاية كل أنه مده هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك إذن هو ممدود من الله سبحانه وتعالى يبقى اللي عايز يحس بالسلام النفسي لازم يكون من أهل اليقين من مدد الله وتبقى الصلاة وعشان أنا جبت الكلام ده منين لأن رسول الله وهو بيتكلم عن الصلاة أشار إلى إن الصلاة أحد أدوات السلام النفسي فقال إيه؟ أرحنا بالصلاة يا بلال طيب إيه اللي في الصلاة بيحسسنا بإيه؟ بيحسسنا بالراحة إن الصلاة صلة بين العبد وربي يبقى إحنا تاني حاجة تاني حاجة الصلاة فيها صلة بين العبد وربي أعرف إن أنا موصول يعني ما تجيش نفسي وتقول لي إن أنا لو كلمت ربنا ربنا مش هيسمعني وما تجيش نفسي تقول لي إن ربنا سبحانه وتعالى تركني لا ده ربنا يسمعني ولذلك لما كان أحد الصلاحين حبي ربي ابن أخته قال له إيه؟ قال له ربيني وهو طفل صغير قال له تلت كلمات الله معي الله يسمعني الله يراني يبقى تاني حاجة الصلاة بتعلمك الصلة يبقى أول حاجة أنت ترى الله ترى الله في كل شيء والله يراك والله يسمعك وهناك صلة بينك وبين الله الحاجة التالتة بقى الصوم الحاجة التالتة نقاس في الزكاة إيه الزكاة بقى؟ الزكاة مهمة أو أو أوي عشان الزكاة دي بتعلمك إذا كنت عايز تبقى من أهل السلام النفسي لازم تقوم بحاجة من أعمال الخدمة أصل الزكاة دي عبارة عن إيه؟ عبد من عبيد الله بيخدم أهل الله يخدم الفقراء والمساكين كل دول الأسلام في التمانية يخدمهم ولذلك إيه اللي حاصل؟ هذا الشخص اللي بيكون دافع للزكاة اللي بيحصل بيحس إنه من أهل الخدمة يبقى تعالوا نشوف كده أرى الله وشاهد الله وهو يسمعني وأنا على وصال مع الله فماذا أفعل؟ فأخدم عيال الله أخدم الناس فييجي الصوم بقى يبقى الخدمة هو ييجي بقى لإيه؟ الصوم إيه اللي حاصل؟ وأنا كريم عندي خصوصية مع الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجهز به فأنا عندي خصوصية مع الله طب الخصوصية تسمح لي بإيه؟ تسمح لي إن أنا أعود إلى الله في أي وقت تسمح لي بإننا ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي تسمح لي بإن أنا ما حسش إن أنا مهمل ومرمي لا ده فيه خصوصية بيني وبين الله فيبقى حس بإن أنا عندي خصوصية بيني وبين الله ليه؟ فضل من الله الخصوصية دي إيه؟ فضل من الله يعني إيه فضل من الله؟ إن أنا شخص دائم المكانة والتكريم عند الله هو ربنا خلني عندي خصوصية وعندي تكريم عند الله من إيه؟ فضل منه طب الفضل ده يمتنع آه ده مهم أوه في مسألة السلام النفسية دي ليه مهم؟ لإن فيه كتير من الناس يحسوا بإننا أكيد ربنا مش هينظر لي أنا صاحب معاص كتير ربنا هينظر لي ليه؟ فلازم أقوله إن ربنا بينظر لك وربنا جعلك في مكانة خاصة عنده عن كل المخلوقات فضلا منه وكرما مش عشان أنت كويس مش عشان أنت عندك أعمال وعندك رصيد لا لأنك مكتوب في ديوان العبيد يبقى الخصوصية وآخر حاجة بقى الحج آخر حاجة لإيه؟ الحج والحج هنا بقى في معنى مهمة أوى أوى حضرت النبي يقول من حجة ولم يفسق ولم يرفس عادك يوم أولادته أمه ولذلك حضرت النبي كان دايما بيقرن ما بين الحج وما بين الجهاد ومعنى كده إيه؟ إن الشخص اللي عايز يوصل للسلامة النفسية لازم يزكي نفسه لازم يمتنع عن إنه هو يحصل سواد في قلبه لازم يطهر قلبه دايما من الحقد والغل والنظر إلى الناس الشخص ده ولكن جبت الكلام ده منين؟ فاكرين حديث الرسول الله سلم لما قال لا تحدثوني عن أصحابي فإني أريد أن ألقاهم سليم الصدر وهنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن أعظم الجهاد الحج أي إن المرأة التي لا تستطيع أن تحج أن تحج في حجها فالحج كالجهاد يعني المرأة التي لا تستطيع أن تجاهد في حجها فجهادها في حجها وعلمنا إن الحج هو شكله من أشكال الجهاد ليه؟ لأنه جهاده النفس يبقى أنت الحج بيعلمنا تسكية النفس يبقى خمس حاجاتهم اللي عايز يعيش في سلام نفسي يعملهم أول حاجة دايماً يجلي بصيرته ويرى الله في كل شيء تاني حاجة لازم يحس بأنه عنده صلة مع الله سبحانه وتعالى طول الوقت وده يحصل لما هو يكلم الله سبحانه وتعالى دائماً تالت حاجة اللي هو الشخص ده يعرف أنه عنده حالة من حالات الخدمة لما يخدم عيال الله سبحانه وتعالى يحس بأنه عنده سلام لأن الناس اللي بتمتنع شوف كده سيدنا أبو بكر لما امتنع عن إعطاء الصدقة اللي كان بيتصدق بيها شوف ربنا سبحانه وتعالى بماذا خاطب سيدنا أبو بكر ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال والله أحب يا رب فرح مرجع لإيه؟ مرجع الصدقة بتاعته مرة تانية وعشان كده الصدقة دي بتخلي الإنسان في حالة سلام نفسي لأنه بيحصل له صلاة من الله عليه يبقى إذن كمان الخدمة رابع حاجة اللي احنا أخدناها من الصوم الخصوصية أن أنت عندك خصوصية وده معناها إيه؟ أن أنت ما فيه الزن بيوقفك وما يخلكش ما توصلش إلى الله وآخر حاجة الحج بيعلمك حاجة مهمة قوي أن أنت تستمر في تسكية نفسك وتخلي نفسك من المساوئ وتجاهد نفسك في ذلك الخمس حاجات دولة هم اللي هيوصلوك للسلام النفسي ممكن نقول شوية إجراءات سريعة كده عشان نوصل للخمسة دولة أول حاجة على طول خليك على طول لما تحس أن أنت عندك حالة من حالات التهديد النفسي على طول قول يا من أنت معي نقي بصيرتي ومسمعي يا من أنت معي نقي بصيرتي ومسمعي قولها أشعر مرات كده لما تحس أن أنت في حالة إيه؟ رايح في حالة عدم السلام النفسي يا من أنت معي نقي بصيرتي وطهر بصيرتي ومسمعي طيب دي أول حاجة حاجة تانية تعمل إيه على طول لما تحس أن أنت داخل على حالة من حالات القبض وكده على طول كلم الله سبحانه وتعالى قل له يا رب والله أنا حالي حال القبض اللي أنا فيه ده أو الحال اللي أنا فيه ده لا أحبه وأنت كريم وأنا أعرف أن أنت تسمع ما أقول وأعرف أنك تعلم ما في صدق فارب حول حالي إلى أحسن حال آه على طول طول حامل الإجراء ده تاني على طول الإجراء التالت بقى اللي أنت تعمله اعمل أي خدمة لأي حد حواليك هتلاقي الناس اللي بيعملوا الخير ده نفسهم كأنهم بتطفي ودايما الخدمات يا سادة ودايما بتاع مش تطفق غضب الرب بس كمان بتطفق كمان النار التي تكون في صدر العب فيحس بالسلامة وحس بالسكين فاعمل خدمة لأي حد من عباد الله الأمر التالت والمهم الأمر الرابع والمهم بقى اللي هو مسألة الخصوصية على طول اعمل حاجة خرج السر اللي بينك وبين ربنا السر ده ممكن يكون في عمل صالح السر ده ممكن يكون في كلمة بتقولها زي مثلا لما انت يحصل لك حال تقول يا لطيف 129 مرة مرة الحاجة التالتة الحاجة الخمسة والأخيرة أن انت تيجي تعمل ايه تزكي نفسك على طول تعتزل للناس اللي وقسأت إليهم وتستغفر ربنا لو انك انت حاسس بان فيه في قلبك حاجة سوداء لعل هذا السواد اللي جاي من حق او الغل لو انت تهارت قلبك منه بالاستغفار تكون في حضرة الأنوار بين يدي الغفار يا رب اكرمنا ونفهم حديث رسول الله عليه وسلم بهذا الاتساع ونكون من أهل السلامة النفسية على الدوام يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين